منذ عام 1976 وفي 30 من اذار يحيي الفلسطينيون يوم الارض ففي ذلك اليوم قامت سلطات الاحتلال بمصادرة الاف الدنومات من الاراضي الفلسطينية ذات الملكية الخاصة في عرابا وسخنين لصالح المستوطنات الاسرائيلية فعمل اضراب الاراضي الفلسطينية واندلعت مواجهات استشهد خلالها ستة فلسطينيين فيما اعتقل وقتها المئات وسبق ما حدث في يوم الارض معتبر تمهيدا وتوطئة من حكومة الاحتلال حيث تبنت في عام 1950 قانونا يسهل هجرة اليهود الى فلسطين المحتلة واقرت ما بات يعرف بقانون الغائبين والذي يسمح بمصادرة اراضي من هاجروا من بلادهم هربا من اعتداءات الاحتلال وفي ظل الاستيطان الذي لا يتوقف في الضفة الغربية والقدس يأتي يوم الارض في هذه السنة بعد تغيرات كبيرة شهدتها القضية الفلسطينية تغيرات تستهدف الثوابت التاريخية وتستهدف المقدسات الاسلامية والمسيحية في فلسطين فقد جاء القرار الامريكي بمصادرة حق الفلسطينيين في عاصمتهم واعترافه بالقدس المحتلة عاصمة لاسرائيل وانتظار نقل السفارة الامريكية من تل ابيب الى القدس رسميا في مايو المقبل يأتي يوم الارض في هذه السنة في ظل كل هذه الانتهاكات والتجاوزات التي تستهدف الوجود الفلسطيني وتصادر حقه في ارضه ومقدساته وفي ظل هذه الظروف تأتي الدعوات من كل الجهات سواء كانت رسمية او نقابية او شعبية لاحياء يوم الارض في كل المناطق الفلسطينية للتأكيد على حقية الفلسطينيين في ارضهم ورفضا للانتهاكات التي تمارس بحق ممتلكاتهم والتي تستهدف تغيير الواقع الديمغرافي في فلسطين لصالح المستوطنات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة